السلام عليكم واسعد الله وقاتكم بكل خير وصحة وسلامة أخوكم المهندس يوسف القحطاني وحياكم الله معاي في حلقة جديدة ومميزة من برنامج يوسف شو حلقتنا اليوم ممكن ملاحظين اني متشقق من الوناسة الناس اللي يقولون متحيز للبي ام حلقتنا اليوم عن البي ام دابليو الام ثري والام فور او خلنا نقول البنشمارك او السيارة اللي ينافسونها الجميع او يحاولون ينافسونها الجميع في متعة القيادة وفي الاداء الرياضي وفي السيارة الشبابية بالكامل طبعا لا يزالون علينا حق مرسيدس عندكم السي كلاس ولا اروع ولكن هم لا زالوا يتعلمون من البي ام هل البي ام نجحت في الام ثري الام فور الجديدة او لا هذا اللي رح نتكلم فيه اليوم ان شاء الله بس قبل ما ندخل في التفاصيل مثل ما عودناكم نرحب في الاعضاء المنتسبين الجدد وما شاء الله عندنا اليوم لستة ترفع الرأس اخونا سيف عبدالله يا هلو مسهلة وحيا كلا ونور تقناه اخونا ثامر يا هلو مسهلة وحيا كلا ونور تقناه اخونا صالح ام يا هلو مسهلة وحيا كلا ونور تقناه أخونا حمد 1977 4 IFY يا هلو مسهلة وحياك الله ونورت القناة أخونا RIS T.94 يا هلو مسهلة وحياك الله ونورت القناة وأخيرا وليس آخرا أخونا محمد عيد يا هلو مسهلة وحياك الله ونورت القناة وكلكم منورين القناة سواء المنتسبين أو المشتركين في القناة المنتسبين رح يشوفون الحلقات أول يوم خاصة لهم ثاني يوم رح تكون في القناة العامة ورح يكون في حلقات طبعا خاصة للأعضاء المنتسبين اللي أخذ فيها راحتي الحلو في الانتساب أنك تشوف الحلقة من أولها لآخرها بدون دعايات هذا شيء مهم أعتقد للكثير منكم بنفس الوقت رح يكون فيه أولوية في الكمنتز وفي التعليقات أن نكون فيها أو نتواصل فيها مع بعض طبعا رح يكون فيه لايف إن شاء الله قريبا حلية المشكلة اللي كانت عندي يكون فيها لايف ورح يكون فيه دردشات خاصة مع المنتسبين بس أنا كنت أنتظر أن يكون فيه مجموعة والحمد لله الآن صار فيه مجموعة كبيرة جدا حياكم الله نروح من الموضوع هذا ندخل في التحف اللي نشوفها اليوم ولو تلاحظون سيارتين وبايك كل الثلاث ما أدري شو يسميهم موزز ما أدري كلهم أم حتى البايك أم ومواصفاته أم والبريكس أم بس ما ندخل في حلقة البايكس اليوم نخلي لها حلقة ثانية بإذن الله الأم ثري الأم فور قمة الأبدع معروف أن الأم فور تعتبر أعلى شوي أغلى شوي كانت في السابق تعتبر أم ثري ولكن مع التغييرات اللي تعبونا فيها الشركات الجديدة فخلوا الأم فور اللي هي تصير الكوبي أو اللي شكل كوبي زي القران كوب اللي أربع بواب والثري اللي هي السيدان أو الصالون ويجي منها عدة فئات خلنا أخذ فيديو نتفرج في السيارة ما رح أقول حلوة ولا ما يحلوة تفرجه في الفيديو الفيديو عن الأم فور ما نزلوا شيء عن الأم ثري خلونا نشوف وجهية الأم ثري ما رأيكم في الوجهية مختلفة كليا على الفئة الثالثة العادية اللي يذكرون حلقة الثري ثيرت اللي سويتها مختلفة كليا نشوف وجهية الأم فور شوف خلفية الأم ثري أعتقد المنظر هذا مسكت واضح عرض السيارة من وراء الرفارف الخلفية معرضينها بشكل كبير حتى الرفارف أو المداقل الأمامية نشوف أنها معرضينها بشكل كبير فتحات إكسوست حقيقية الجناح الكبير نشوف السيك في الكاربون فايبر بصراحة أبداع الدفيوزر هذه خلفية الأم فور الإضاءة مختلفة كليا في الثنتين في الأم ثري طويلة بينما في الأم فور فيها شوية ديزاين مثل ما نشوف الحين الأم ثري هذه زاوية ثانية لوجه السيارة يعني عنيف بشكل رهيب كل الفتحات اللي قدام حقيقية وكلها تهوية وأيرو دايناميكس هذا وجه الأم ثري وهذا وجه الأم ثور طبعا فيه ألوان جديدة يمكن شوف هذا الأصفر فسفوري بينما هذاك الأخضر ومعروف الأخضر اللي يعشق اللون الأخضر بشكل كبير الإنجليز بسواك في الصورة هذه اللي جاي من الجنب على الأم ثري كذا انعكاس الشمس يبين لك كمية العضلات اللي موجودة في السيارة هذه مجرد ما أطالع فيها زي كذا ذكرني بالألف روميو الجوليا الكيو في هذه فتحات الإكزوز الدفيوزر فيه شغل متعوب عليه بنشوف داخلية السيارة مثل ما تعودنا يعني داخلية البي أم ثنتين فخمة وعملية أكثر من أنها تكون يعني شاشات وفشخرة صحيح أن نازل عندنا شاشتين طبعون حق السواق صار شاشة بالكامل وعندك شاشة في الوسط ورح يكون فيه الهدب ديس بلي هذه داخلية الام ثري وهذه داخلية الام فور طبعا كلهم ايدنتيكال كلهم زي بعض اللهم هذي عليها اوبشنز وهذي عليها اوبشنز تختلف هذي لون أزرق بينما هذيك عليها لون الأورنج هو البني نشوف التحكم في الوسط القير طبعا شالوا الدبل كلتش صار عندهم الثمان سرعات اللي موجود في الام فايف الام ايت نشوف التحكم في الام مود سيتاب الاكزوز سارلزر الكراسي العادية اللي تجي ستاندرد الام ثري فيه خليط بين الجلد والشاموى وهذه الاضافية الابشن الاضافي اللي هي البوكت سيتس اللي كاربن فايبر بالكامل اللي توفر تسعة كيلو في الوزن الحلو في الموضوع ناتماتيك نادرا مو نادرا ما اعتقد فيه بوكت سيتس وكاربن فايبر تكون كهرباية بالكامل هو الفكر انك توفر في الوزن فليش تحط فيها محركات كهرباية ولكن هذا زيادة دلع فالاشخاص اللي بدققون على البي ام ويقولون يلة ان خلتوها عادي الحلو في العادي انه ما يخرب اعتقد ماك عشر سنين عشرين سنة شغلها ما عندك مشكلة طيب ارجع لوجهية السيارة اش رأيك اجمل وجهية على سيارة بيام اللي الشكل هذا ما هو عاجبة اعتقد عنده مشكلة في الذوق في التصميم ما عنده ذوق التصميم السلفة موسرفة انه كبير طويل عريض السلفة ان الشخص او العامة او الاغلب ما يتقبل تغيير كبير مع ان البي ام في الشيء هذا ما غير التغيير كبير يعني لا زال في السيقنيتشر حقها من سياراتها القديمة في اللي يكون الشبك اللي يكون طويل وليس يكون عريض البي ام في السيارة هذي قاعد تقول هننا نبغى نرجع شيء من الماضي الشبك اللي يكون طويل وفي السبعمية وفي ال اكس سفن نرجع شيء من الماضي اللي يكون عريض اتمنى انه يكون فيه شيء يكون اللي يكون نحيف جدا بحيث انه يبين تصميم لانه بيكون متعب جدا انك تصمم سيارة يكون فيها الشبك الامامي يكون صغير اسهل شيء انك تحط شبك كبير رح نشوف الليكسس وجهها كله شبك الاودي المرسيدس ما رح نتخف التفاصيل هذي اجمل وجهية من وجهة نظري الوجهية هذي اجمل وجه سيارة رياضية ممكن يكون بعد الالفة روميو اخذكم الان في بعض الحقائق عن السيارة هذي ورح نشوف ان الارقام رح نذكرنا بالمنافسين فلو باخذ مثلا الام 3 المحرك اللي هو 6 سلندرات وراء بعض معروف البي ام انها ملكة 6 سلندرات اللي وراء بعض اللي هي 3.0 20 اربو الام 3 الستاندرد رح تكون 480 حصان 550 نيوتم متر العزم ارقام روعة دفع خلفي جير عادي 6 سرعات هاي مرسيدس اودي الفا روميو وينكم دفع خلفي وقير عادي هذا الشخص اللي يبغى سيارة حقة ويكند يقول انا ابغى تحكم في السيارة 100% على مزاجي رح ندخل في تفاصيل ثانية رح تخليك فعلا تقول السيارة هذي فعلا اقدر اني اصممها على مزاجي الاشخاص اللي يهمهم الميلي سيكندس ومن صفر الى مية معنات انه لازم يطلع للإيش للكمبيتشن الام 3 الكمبيتشن نفس المكين نفس التيربو الله مشوية تيونينج 510 حصان 650 نيوتم متر العزم ايش معنى 510 لو بنشوف الالفا الجوليا الكيو في 510 لو بنشوف المرسيدس C63S 510 فكلهم يحاولون يتنافسون جنب بعض يخلون شيء للمستقبل بس المميز في السيارة هذي طبعا رح تخسر القرع عادي بس الشيء المميز انك تقدر تطلبها دفع خلفي او دفع رباعي دفع خلفي اللي يبغى يستانس دفع خلفي بس رح تتعب من صفر الى مية ولكن الشخص اللي يبغى ينافس من صفر الى مية وتهم الميلي سيكند فمعنات انه يروح للإيش اول ويل درايف اللي جاي من الام 5 اللي سمونا الام اكس درايف طبعا اوكي النيوتن متر او التورك او العزم في المرسيدس بيكون اقوى شوي اللي هو 700 في الجوليا اللي هو 600 فهذه جاية في الوسط نشوف الشبك الامامي بدون اي فريم جاي بس الشبك نفسه كله تهوية مثل ما قلت لكم والفتحات الجانبية اللي من قدام الكفرات والتواير نفس الشي هذي للإيرو دايناميكس لو بنشوف الام 3 من الخلف السقف كاربون فايبر ستاندرد بنشوف فيه الخطوط الاثنين يبين لك السيارة عنيفة واغرسيف ولكن تقدر تطلب عليها السقف العادي اللي يكون فيه فتحة السقف واللي مثل ما قلت في حلقة الام او حلقة ال330 الام باكيج فتحة السقف صارت اكبر من الجيل السابق الاكزوز عندك فتحات اربع زي ما تعودنا في كل سيارات الام فتحات حقيقية اكيد انت بلاي احرق قدك بس الدفيوزر الخلفي ما شاء الله تقدر تطلب اسود اللي يكون ستاندرد او الكاربون فايبر طبعا الكاربون فايبر الباكيج الخارجي الكاربون فايبر رح يغير عندك وجهية السيارة فروح نشوف مثلا لو نرجع شوي الشبكة الامامي اللي تحت نشوف ان فيه غريل اسود زي الدياموند بس لو تطلب عليها الكاربون فايبر رح تتغير الفتحات هذه بالكامير رح يصير شكلها اعنف شوي كأنك فيه سيارة جي تي ثري ومثل ما تتوقع الدايناميك ستابيليتي كنترول رح يكون خاص في الام رح يكون عندك الدايناميك مود و اوبشنال تن ستيج ترايكشن كنترول وحرك السيارة هذه لما تفتح الكبوت رح تشوف ان شادين من كل مكان فيه مشدات لان السيارة هذه رح يجيها عنف وابيوز بشكل رهيب فقالوا خلنا نسوي شد من كل مكان السيارة عنيفة جدا ومشدودة بشكل قوي جدا علشان تتماسك معك اكثر سواء في طراك او في طرق عادية مثل ما قلت ال اكس درايف رح يكون اوبشن على الام 3 الكمبيتشن ورح نشوف ان فيه السمكة اللي تحت الابواب واضحة وكبيرة وبارزة من الجوانب وممتدة نفس الشي في الخلف مع الديفيوزر الخلفي ومع وجهية السيارة البريكس عندك شي جبار اذا تبغى الستاندرد 380 ملي الامامية بينما الخلفية ستكون 370 طبعا 6 كاليبرات او 6 pistons قدام هذه ما هي كفاية بالنسبة لك تقدر تاخذ السراميك بريكس اللي تكون 400 قدام للشخص اللي يبغى السيارة تكون garage queen يقدر ياخذ الكاربون سراميك اذا انك تروح تراك وما تراك ويهمك الفلوس شوي فبتكون السراميك بريكس هيكون تغييرها مكلفة شوي ولكن اداءها في التراك ولا اروع مهما اللفيت 5 10 لفات 15 20 الفرامل تمام ما عندك مشكلة ما منسخنت رح تمسك معك الجنوط عندك تغييرات صارت اللي قدام وراء مختلفة اللي وراء غالبا تصير اكبر اللي قدام 18 او 19 في الام 3 العادية في الكمبيترشن بتكون 19 قدام 20 في الخلف نشوف الداخلية صارت شاشتين شاشة السواق وعندك شاشة الراكب السواق اللي 12.3 انش بينما اللي في الوسط تكون 10 وربع انش تقريبا عندك تحكم في السكان انظمة السلامة انظمة مساعدة الساق تحكم في الام درايفن عن طريق ام 1 ام 2 ورح نشوف عندك في الوسط اللي هو الامود اللي يعطيك سبورت ورود وتراك وفي عندك تقدر تتحكم في اعدادات المحرك اعدادات نظام التعليق الدركسون والسكان الفرامل تقدر تخلي الفرامل احساس الفرامل عادي او رياضي وعندك الام تراكشن مثل ما قلت لكم قبل شي انك تقدر تتحكم في السيارة تصممها على مزاجك الام تراكشن عندك 10 وضعيات 10 9 8 الى 0 تبغى تسوي لك سلايد خفيف ولا سلايد عنيف او انك تبي تطفيه بالكامل فمثل ما قلت سيارة عبارة عن جوي لعبة وعندك الاول مرة الام درايف دريفت انالايزر يذكرنا في المكلرن السبعمية وعشرين اللي فيها دريفت مود ابدع الله يعينك تغير كفرات نفس الشي من داخل رح نشوف عندك الجلد بالكامل اللي سمونا الاكستندد رح نشوفه على بواب شعار الام ثري موجود في الكراسي اذا خدت الام فور رح يكون نفس الشي وفيه اضاءة الجير في الام ثري العادية والستاندرد رح يكون 6 سبيد او 6 سرعات وبينما الكمبيتشن رح يكون عندك ال 8 سبيد اللي مع درايف لوجيك تقدر تخليه نورمل وسبورت وعندك ثلاث وضعيات وتقدر الكراسي هذي تقدر تاخذ عليها تهوئة ومثل ما تعبدنا في كراسي البيم تقدر انك تخليها طويلة من تحت او انك تقصر فيها اذا انك شخص طويل او قصير الام فور نشوف انها نسخة طبق الاصل من الام ثري فهم يقولون اذا انك تبغى الام ثري اربع كراسي او اربع ابواب عندك الام ثري اذا تبغى بابين فيها اربع كراسي اللي ورا تكون ضيق شوي وبينه بينكم صراحة انا شوف ان حجم الكراسي في الام فور ورا جدا ممتاز الشالنج شوي او الشي الصعب الركوب والنزول خصوصا اذا بيركب ورا ناس كبار بالسن نفس الوجهية بالكامل مع الام ثري من الخلف نشوف ان التصميم مختلف شوي خصوصا الاضاءة سيارة عريضة كل السيارتين اعرض من السيارة الستاندرد اللي هي الفئة الثالثة والفئة الرابعة باثنين سانتي من الجنب كنك قاعد تشوف الام ايت اعتقد ان هذا شي حلو للام فور بس مو حلو للام ايت اونرز او الملاك الجنب طبعا بيكون عندك اكتر من نوع الداخلية تقدر تطرب عليها الكاربون فايبر هيكون عندك الدركسون كله كاربون فايبر البادل شفترز كاربون فايبر طبعا فيها سخان اللي لاحظتوا معاي الان ان الدركسون حق الام ما فيه الدي زي اللي نشوفها مثلا في سيارات المرسيدس او في سيارات الاودي فيه ناس يحبون وفيه ناس لا ولكن مسكت الدركسون البي ام اركب روح وكارة البي ام وامسك الدركسون حق الام خصوصا روعة تحس انها فعلا ثك بس اذا كانت ادينك صغيرة شوي ولابس الگلوفز راح تكون مسكتها شوي صعبة نشوف الان الكراسي البوكت سيتز اللي شكلها واو الروعة بكل ما تعنيه الكلمة نشوف البادل شفترز جاي من وراء لها ملمس ربر شوي علشان يدك ما تزلق او اذا انك لابس الگلوفز في الحلبة فما تزلق يدك نفس الوقت احساس اليمين او ملمس اليمين يختلف عن ملمس اللي صار لانما تلف دراكسون او يمين او يصار ويدك ما صارت مكانها في مكانها الصحيح اللي هو على الساعة ثلاثة او الساعة تسعة منتلاف فتعرف هذا الداون شفتنج ولا هذا وهذا اب شفتنج ولا هذا حركة جدا ذكية من بي ام طب نشوف الارقام الان من نسبة المحرك قلنا اربعمائة ثمانين احصان التصارح من صفر الى مية في 4.2 طبعا قير عادي الكمبيتشن ال510 احصان التصارح من صفر الى مية في 3.9 سكن الام فور والام فور كمبيتشن رح تكون ارقامها بالضبط نفس ارقام الام ثري طبعا بيهم تحتفل طبعا بخمسة ثلاثين عام من انتاجهم الاول ام ثري لما اشتغلوا على السيارتين هذه الام ثري الام فور كان في سيارة جنبهم اللي كانوا يشتغلون في الثلاث سيارات مع بعض عشان يقولوا لك والله هنا السيارة هذه نقول لك خذ المفتاح وروح حلبة البحرين ما عندك اي مشكلة اللي هي الام فور الجي تي ثري فالسيارة approved انك تقدر تستخدمها في الحلبة ولكن الوكيل رح يتعبك لو يدر الوكيل انك رح تفيها تراكة وحلبة ممكن انه يتعبك في موضوع الضمان وما ضمان مع ان المفروض ان سيارة مخصصة للحلبات مفروض انها شي طبيعي زي ما شفنا في سيارات البورش الجي تي ثري عادي تروح تراك بالعكس في الكويت كنت قبل ما اروح الحلبة واتراك ووديهم السيارة يصوموا لي تشيك بالكامل اروح اتراك اخلص ارجح الوكالة بشي يكون بالكامل وضع امور تمام بس ازمان تكون انت تسوبرفايزر عليها الحلو في سيستم البي ام لما تحط السيارة في التراك مود يطف الشاشة اللي في الوسط ويفكك من موضوع انظمة مساعدة الساق بدل ما تطف كل واحد الدول عليها حط السيارة في التراك مود وتطف الشاشة وامورك تمام هذه حركة جدا حلمة فعندك رود وعندك تراك وتقدر تتحكم في التراكشن في بعض السيارات ما تقدر انك تطفي التراكشن هذا شي احيان يكون يزعل مع انك تقدر تحط افضل توقيت وافضل اداء في الحلبة اذا كان عندك شغال لكن الاشخاص اللي يبغى دريفت وهالاشياء احيان يحتاج انه يطفي التراكشن وفي باكش ممكن يهم الاشخاص اللي يرحون للحلبات اللي يسمون الامرace تراك باكش اول مرة يحطون على الام ثري الام فور الميزة الاساسية انه يخفف لك في الوزن خمسة وعشرين كيلو طبعا بيكون مكلف جدا لانك راح تاخذ الكاربون سيراميك بريكس راح تاخذ الجنوط اللي تكون خفيفة والباكت سيتس هذا شيء جدا مهم الكثير من الاشخاص واخيرا وليس اخيرا انا ما بالحلقة تكون طويلة جدا الام ثري الام فور البي ام تخلت لك تقدر انك تميز سيارتك الام ثري او الام فور عن طريق اكسسوارات موجودة وجاهزة زي اللي يبقى مثلا دعسات الارجول الرياضية راح نشوف السترايبز او الخطوط حقة الام اللي معروفة من سمان الجناح الخلف الكبير الاكزوز اللي ذكرنا باللكسس الاسف اللي مادري كيف جاي مادري من الشخص اللي راح يطلب هالشي انواع الجنوط زي ما قلت لكم هيكون عندك اكثر من نوع ممكن شوف هذه الذهبية تعتبر كلاسيك عندك حقة الاروديناميكس اللي تجي على جوانب الصدام او الدعمية الامامية ورح نشوف هنا وجهية الكاربون فايبر نشوف الفتحات اللي جاية اللي تبرد البريكات شكلها ولا اروع بس تحاول تنتبه من الاشياء اللي تدخل سواء حصى او رمل ونفس الشي نشوف الكاربون فايبر اللي خلف وامام الكفرات الخلفية لو بش ننسا ذي لا تتوقع كبير فسيارة جوي لعبة ومتعة لا تنتهي اعتقد اللي ممكن تنافس السيارة هذه مو شركة ثانية ما رح تكون مرسيدس ولا الالفا روميو اللي رح ينافسها اذا نزله امتو تكون اصغر شوي لانه هذه صارت كبيرة لو نزله الامتو جديدة اعتقد انها هي اللي رح تأثر على مبيعات السيارة هذه اتمنى في الحلقة هذه ان استمتعنا في المعلومات اللي اكثر من رائعة على الام 3 الام 4 ودي تعطوني انطباعكم الشخصي عن السيارتين هذه وش اكثر سيارة عجبتك فيهم الام 3 او الام 4 انا شخصيا اعتقد اني رح اميل الام 3 علشان شكلها يذكرني في الالفا روميو الجوليا لا تنسون الضغط على الرابط تحت للانتساب في عضوية او الانتساب في قناة يوسف شو للمعلومات الحصرية والدردش الخاصة مع بعض او انك تشترك في القناة وتكون ضيف عزيز وغالي علينا واكيد لا تنسون اشتراك سبسكرايب لايك مشاركة الحلقة للناس اللي يعزون عليكم وفمان الله